زي ما قلت لحضراتكم اهتمام الدولة والحكومة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم عقد اجتماع هام مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لاستعراض السلعة الأساسية مستلزمات الانتاج ذات الأولوية بهدف تيسير إجراءات استيرادها مع البنك المركزي وده شيء مهم عشان عندنا مستلزمات كتير ازاي نقدر نستوردها ويبقى فيه يسر وسلام اكد ايضا سيد رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل على تحديد قائمة تفصيلية سيتم ارسالها للبنك المركزي المصري حتى يتسنى التنصيق معه لتيسير اجراءات تحت هذه المستلزمات كلها ايضا اوضحت وزيرة التجارة والصناعة انه تم تحديد قائمة بمستلزمات الانتاج الأساسية وقائمة اخرى سبق ايضا استثناؤها من البنك المركزي وهي قائمة السلع الأساسية والمستلزمات الرئيسية وهنا تتأكدوا وتتطمنوا بان كل حاجة أساسية ان شاء الله سيبقى فيه يسر وسهولة فيه وصلها وخروجها بشكل تام وسريع الى المواطنين تم ايضا ضم في هذه القائمة ضم الأدوية والأمصال وايضا يعني كل هذا حتى تم الانتهاء كمان من اعداد القائمة التفصيلية لمستلزمات الانتاج الأدوية مهمة جدا والأمصال عشان محدش ابدا يقلق من اي حاجة اشتركوا في القناة